الدار بودكاست من يستعرض عليه العضلات غير بعتة ناد رياضي حل بالجزائر للمشاركة في مباراة الذهاب الخاصة بمسابقة كأس الكنفيدرالية الافريقي ما حدث في مطار الجزائر ذليل جديد على أن هذا النظام فقد البوصلة ولم يعد قادرا على التمييز بين ما هو رياضي وإنساني وبين الحسابات السياسية والعذاء الثاريخي إنها فضيحة غير مسبوقة بكل المقاييس لم يسبق لنادي كروي في العالم أن تعرض إلى الاحتجاز في المطار ورفد دخوله إلى البلد المستقبل بسبب طبيعة القميس الذي يرتديه لعبوه لم تفعلها حتى إسرائيل عندما سفر نادي فلسطين الشيري لمواجهة المنتخب الفلسطيني ومر أعضاء بعتته عبر الأراضي والمطارات التي تسيطر عليها السلطات الإسرائيلية ما حدث يوم أمس لا يمكن وصفه إلا بالجنون الكابراني الممجوز برعب غير مسبوق من الحقيقة الصاطعة التي مفادوها أن قضية الصحراء المغربية طويت إلى الآبد لصالح البلد الأمي والأصل وأن الصحراء التحمت بنصفها الآخر منذ زمن طويل ولم يجن نظام العسكري المجنون غير غبار تندوف الذي تذره عليه عربات ومدرعات عصابة بنبطوش الممولة من أموال الشعب الجزائري كسبنا صحراءنا منذ زمن طويل وأطلقنا فيها مسيرة تنموية هائلة وكسبت الجزائر عار الكيد ثاريخي للوحدة المغاربية وعار الكراهية والحقد وعار الغباء المركب الذي يسكن أذهان قادة هذا البلد اللاهثين وراء انتصارات صغيرة من قبيل معركة مطار الجزائر ليسكثوا بها صوت الفشل الذي يهز كياناثهم كل يوم كم هو هش ومرتعش هذا النظام الذي يخشى قميصا رياضيا لقد لعب نادي نهضة بركان مقابلات عدة في إطار هذه البطولة بعواصمة ودول أفريقية عديدة بهذا القميص الذي يحمل خارطة المملكة المغربية ولم يتعرض في أي مباراة من المباريات السابقة لمضايقة واحتزاز أو حتى ملاحظة عابرة من مسؤولي هذا البلد أو ذاك حتى جاء بوعد مباراة اتحاد العاصمة المشؤوم ليتحول صفر أعضاء بعضة نهضة بركان مرة أخرى إلى عزمة حقيقية بسبب هذا الغباء المستوطن في عقول مسيري هذا النظام لا يوجد قانون أو بند أو لائحة من لوائح الاتحاد الافريقي تشير إلى ضرورة مراقبة الرموز التي تتضمنها قميصة لندية المشاركة في المباريات الافريقية والتحقق منها تم اتخاذ قرار بشأنها على غرار مفعلته السلطات الجزائرية إنه مجرد حقد وحساسية لا حدود لها من كل ما يشير إلى سيادة المغرب ووحدة أراضيه لكن المشكلة أن النظام الذي لم يقدر على فعل شيء في الميادين على أرض صحراء وسبق له أن تلقى هزائم نكراء في مواجهات سابقة من بينها حرب الرمال الشهيرة يستقوي اليوم على فريق رياضي وقميص لاعبي كرة القدم هذه هي انتصارة اللواء الأسيرة السابق شعيد سنقريحة ينتصر في معارك الملاعب الريادية والمطارات والأقمسة والرموز أما على الصعيد الميداني فهو يعلم أنه إذا سولت له نفسه الاقتراب من الحدود المغربية فإن ذابر هذا النظام الفاشل سيقطع من جذوره كان بودنا أن نوجه النصح إلى قيادة هذا النمر الورقي ونطلب منها العودة إلى الرشد ومراعاة حسن الجوار واعتمار الأخوة العربية والأمازيغية والإسلامية لكننا لن نفعل ذلك هل تعلمون لماذا؟ لأننا ندرك أننا نتعامل مع نظام مخبول يحكمه مجموعة من المأفونين المستعدين لطوريث بلاد بأكملها في معارك من هذا النوع أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها مسخرة حقيقية واصلوا أيها المجانين حمقكم الأزلية لأنكم فعلا أصبحتم موضوع تسلية وترفيه وضحك لا ينتهي مع نظام كهذا لن تستطيع فعلا أن تغمد عينيك لأن نوادره وطرائفه لا تكاد تنقاذ حتى تبدأ من جديد وللتذكير فقط فإن اليوم العشرين من أبريل هو يوم جديد في تاريخ الدولة القبائلية وللحديث بقية أدار پودكاست